عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً مع وزراء التعاون الدولي والبيئة والتنمية المحلية والري لاستعراض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجار المائية المختلفة على مستوى الجمهورية واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية في هذا الإطار من خلال التنفيذ التجريبي للتخلص الآمن والتطهير حيث تم استعراض تجربة محافظة البحيرة للتخلص من نواتج تطهير الطرع في أحد مراكز المحافظة إيجابية بحيث تم تعميم التجربة على 33 مركزاً إدارياً بالمحافظات المختلفة وهو ما نتج عنه إزالة ورفع كمية مخلفات من المجار المائية في نطاق الكتل السكنية بهذه المراكز تبلغ نحو 91 ألف طن